صدام حسين ترند بالعراق عارفين ليش؟ خلوني نحكي لكم يعني كل واحد فينا وطريقته في الاحتفال كان اللي يبكي واللي يغني واللي يرقص وفي ناس تحب انه تتذكر الناس اللي تحبهم مثل الطالبة العراقية اللي انتشر لها فيديو البارح من حفل تخرجها الطالبة طبعت صورة رئيس النظام الثابق صدام حسين على قباعتها وقررت انه ترافقها هذه الشخصية الجدلية الى الجامعة للاحتفال حركة انا شفتها صراحة غير ضرورية ابدا انتو عارفين الجدل على السوشال ميديا والتحريض ممكن يتسبب بكوارث لا سمح الله والكل يعرف انه اللي عملته شي مستفز بالنسبة لـ 80% من العراقيين اذا ما كان اكثر ما عرف انتو قولولي في التعليقات لكن الشي المتأكد منه انه التعليقات كانت قاسية شوية حبتين علي حجارة قال يعني مع احترامي لاغلب الافكار لكن ما الداعي من رفع صور شخصية الدينية والسياسية في حفلات التخرج ما الذي تريد ان تثبته بذلك؟ برأيي الدين والمعتقدات السياسية يجب ان يفهم الجيل الجديد انها قضايا شخصية ولا تفرض في احتفال عام فما بالك باحتفال مؤسسة اكاديمية هذا التعليق ارحم بكثير من التعليقات اللي لقيتها عبر السوشال ميديا واللي يفضل ما اعرضها عليكم لانه انا ضد المبالغة والسب والشتم خصوصا على الانترنت بس بالرغم من انه انتقدوها الناس ووصلوا حتى يهددوها الى انه فيه نشطاء بالعكس شفوا شي اللي عملاته شي هادي مثل احمد علي اللي كتب يعني رفعت صورة لشخص تحبه قابل كفرة لو فجرت المنطقة الخضراء اصلا هذا الفعل لو بيشي كان اعترض عليها زملائها بشار قال في تعليق اخر لم ترفع اي صورة وانما الصورة من ضمن اللباس ومطبوعة للقبعة وللانسان الحق فيما يرتدي بدون تدخل اي شخص لا يوجد قانون يحدد الرسوم المطبوعة على الملابس كل انسان له الحق بان يحب الشخص ويعبر عن حبه خصوصا وان كان عراقي طيب كيف حرية التعبير معاكم انا ما قلتش عسيف هو اللي قال لما كتب ما عرف شنو مشكلة هاي الطبقة الحاكمة من جهة يقول لك حرية التعبير وحرية السياسة من جهة اخرى يقيدون المواطن يقال انه البنت استدعيت للتحقيق من قبل جامعتها لكن هذه الاخبار مش مؤكدة فيم الدولة عبر مختلف الصفحات ما رأيكم؟ تستاهل الموضوع كل هاي الضجة وتستاهل تتعاقب البنت؟